اسم الدرس التكاثر عند الحيوانات الولودة التكاثر والنمو الموضوع التكاثر عند الحيوانات الولودة الهدف تعرف كيفية التكاثر عند الحيوانات الولودة أولاً أبحث أجمع صوراً لثغار الحيوانات التي أعرفها الإجابة أذكر حيوانات تلد أكثر من مرة في السنة الإجابة من بين الحيوانات التي تلد أكثر من مرة نجد الأرنب القط الكلب الخنزير أسمي حيوانات تلد صغاراً كثيرة في كل مرة وأذكر عددها الإجابة القط من ثلاثة إلى خمسة وتصل أحياناً إلى عشر هرر الكلب من أربعة إلى ثمانية جراء الأرنب من ثمانية إلى ستة عشر خرانق الخنزير من أربعة إلى ستة خنانيس السعلب من خمسة إلى سبعة هجارس أو ضغابيس أبحث عن مدة الحمل لدى بعض الحيوانات التي أعرفها الإجابة الإجابة الحيوان فترة حمله القط من اثنين وستين يوماً إلى خمسة وستين يوماً الكلب اثنين وستين يوماً الأرنب واحد وثلاثين يوماً الخنزير من مئة واثني عشر إلى مئة وخمسة عشر يوماً الثعلب قرابة الشهرين الكنغر مئتين يوماً الفيلة عشرون شهراً المعزة والنعجة ستة شهور الفرس والأتان إحدى عشر شهراً ثانياً الإشكالية كيف يتم التكاثر عند القطة؟ الإجابة يتم التكاثر عند القطة عن طريق التزاوج يحدث إثرها عملية حمل تتراوح بين اثنين وستين وخمسة وستين يوماً ثالثاً أتثبت أعود إلى صور صغار الحيوانات وأصنفها إلى حيوانات ولودة وحيوانات بيوظة الإجابة الإجابة حيوانات ولودة المعزة الأرنب النعجة القط حيوانات بيوظة الدجاجة هذان حيوانان بحريان يعيشان في نفس الوسط فهل يتكاثران بنفس الطريقة؟ الإجابة رغم انتمائهما لنفس الوسط واشتراكهما في الكثير من الخصائص كنمط تنقلهما، السباحة وفصيلتهما، إلى أن هذين الحيوانين البحريين يختلفان في طريقة تكاثرهما، فسمك الكرش ينزلون في طريقة تكاثرهما، فسمك الكرش ينزلون في طريقة تكاثرهما، ينتمي إلى مجموعة الحيوانات البيوظة، والدلفين إلى مجموعة الحيوانات الولودة، الفيل حيوان ضخم الجثة، والفأر حيوان صغير الحجم، كيف يتكاثر كل منهما؟ الإجابة يتكاثر كل من الفيل والفأر على اختلاف أحجامهما عن طريق الولادة، فهي حيوانات ولودة رابعاً، أعلم أن أنثى الدب الأبيض تلد مرة كل ثلاث سنوات، وتبلغ مدة حملها ستة أشهر، تفقد خلالها قرابة نصف وزنها، وتلد ثلاثة صغار على الأكثر عدد صغار الكلبة يصل إلى عشرة جراء تحملها في بطنها مدة خمسة وستين يوماً خامساً، أطبق أتأمل الصور وأبحث في المعطيات، ثم أربط بين الحيوان ومدة الحمل عنده مستعملاً الأرقام والحروف أولاً أرناب، ثانياً فرس، ثالثاً قطة، رابعاً بقرة، خامساً نعجة ألف شهران اثنان، بق شهر واحد، جيم إحدى عشر شهراً، دال ستة شهور، هاء تسعة شهور وعشرة أيام الإجابة رقم الحيوان مدة الحمل أولاً الأرناب، باء شهر واحد، ثانياً الفرس، جيم إحدى عشر شهراً، ثالثاً القطة، ألف شهران رابعاً البقرة، هاء تسعة شهور وعشرة أيام خامساً النعجة، دال ستة شهور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر